وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أعوذ بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبين يا أبت إني رأيت أحد عشرك مكبا إني رأيت أحد عشرك مكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي سائلين قال يا أبني لا تقصص محياك على إخوتك فأكيدوا لتكيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتميك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لنوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا لنوسف أي طرحوه أرضا يخل لكم وده أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا نوسف وألقوه في غيابة الدب وألقوه في غيابة الدب يلتقتوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تهمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحظنني أن تذنقوا به وأخاف أن يأكله الذئك وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئك ونحن نسبه ونحن نسبه إنا إذا لخاشرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب وأرحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبطون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمق وترتنا نوسف وترتنا نوسف عند متاعنا فأتله الذئك وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بلا من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا أسرى هذا غلام وأسرواه بطاعه والله عليم بما يعملون وشرواه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لنرأته أدرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتقذه ولدا وكذلك مكنا ليوصف في الأرض ولنعلمه من تكميل الأحاديث والله غارب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتهناه حكما وعلما وكذلك ندر المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت غيتلت قال بعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي